نبدأها مع حضراتكم من احتفالية عيد العمال حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد الأحد الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال عشرة من قدام النقابيين وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج